ان احنا دائما ابدا المشاركات المصرية في مثل هذه القمة سوز بسانتي احنا هتكلمنا فيه اكتر من مرة ان الامر بيتعلق بالمشاركة في القمة الجامعية بالطبع ثم عقد مجموعة من اللقاءات السنائية ثم محاولة تبني صوت افريقيا من خلال تجمعات تخص تكتل للدول الافريقية مع الدول الرئيسية المشاركة في اي تجمع على مستوى العالم لما بنطبق ده على الزيارة اللي بتتم للهند في هذه اللحظة طبعا كما تفضلت اشارتي الى اللقاءات الجانبية التي عقدت بالاضافة الى مجموعة من اللقاءات الخاصة مع ممثلي الاتحاد الاوروبي مع السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي مع السيدة ارسولا فاندرلاين رئيس المفاوضية الاوروبية ومع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لما بنشوف هذه اللقاءات لابد ان احنا نؤكد على ان مصر لا تنسى تفاعلات دوائرها السنائية مباشرة عبر تأسيس العلاقات وشراكات استراتيجية مع الدول تاني حاجة ان مصر تضع العالم امام مسئولياته في كلماتها امام التجمع الكبير ثالث حاجة مصر تدافع عن الحقوق الافريقية اللي مصر بتتبنيها منذ ان تبوأت رئاسة الاتحاد الافريقى وبالتنسيق مع الاطراف الافريقية المختلفة التي تتولى رئاسة الاتحاد خاصة ان مصر بتحضر هذا الاجتماع ممثلة للوكالة التنمية الافريقية النيباد او وكالة التنمية الافريقية التابعة الاتحاد الافريقي وده أمر مهم جدا بيخلي مصر بتؤسس للي حضرتك بتتكلم عليه إلى البحث مع صندوق النقد الدولي البحث مع البنك الدولي بيعتبرهم من الأطراف الرئيسين المشكلين لمجموعة العشرين بالإضافة إلى البحث مع الاتحاد الأوروبي الشركة الأكبر للقارة الأفريقية لازم الأمور دي تضع في نصابها اعتبارات عديدة أولا أن القارة الأفريقية تبحث عن الشركة القارة الأفريقية تبحث عن عدالة في تمويل الأنشطة التنموية بها القارة الأفريقية تقدم نموزجا تنمويا تم خلال الفترة الماضية بتتحدث فيها عن ربط على مستوى الاتصالات ربط على مستوى الموصلات تحرير التجارة الأفريقية محاولة إسكاة البنادق المبادرة التي تتمنىها وتدعمها الدولة المصرية دعم قدرات الدول الأفريقية على الحد من التنظيمات المتطرفة والإرهابية إذن أنت تتحدث عن تقديم رؤية مختلفة للقارة الأفريقية يمكن أن تستثمر فيها صندوق الاستثمار الدولي لما بنكلم عن العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولي هنا لابد أن نتوقف أمام فكرة العدالة التي دائما تترحها الدولة المصرية أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذا كان منوطان بأنهم يبحث في عدالة واستقرار الأوضاع في كافة أنحاء العالم فلابد أن توضع قضية استقرار أفريقيا في المقام الأول الديون الأفريقية ينبغي التعامل مع دون منطق مختلف في ظل تدعيات الأزمات الكبيرة نحن نتحدث عن عالم لما سيادة الرئيس بيتحدث عن عالم متعدد الأطراف والبحث عن استقرار وده نتيجة تبعات الأزمة الأخيرة سواء في جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أنت بتتحدث عن عالم بيعاد تشكيله حتى بيان القمة فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية لم يغلب مصلحة الطرف على طرف وده يمكن أغضب أطرافا غربية عديدة وأغضب أوكرانيا لكنه تحدث بعقلانية فيما يخص الأزمة ولابد من الالتزام بقواعد القانون الدولي لابد من الالتزام بمساطر المتحدة لابد من منع تدخل في شؤون الدول الأخرى عبر السلاح منع تدخلات العسكرية كل هذه الأمور بحثا عن السلام والاستقرار في العالم القرى الأفريقية بتحاول أن تقدم نموذجها بالتعاون والاسترشاد مع صندوق النقد الدولي وبنك الدولي للحد من تأثير أزمة الديون على قدرات التنمية في القرى الأفريقية القرى الأفريقية تعاني من أزمة كبيرة في الجزاء تعاني من أزمة كبيرة في التمويل ومن ثم مصر بتطرح كل هذه الأمور وبتقدم نفسها يمكن في خمط رئيس أشار إلى أن نحن نحاول أن نكون مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب نحن نحاول أن نكون مركز عالمي للطاقة العادلة الخضراء نحن نحاول أن نكون نموذج للاقتصاد العادل في القرى الأفريقية وفي الإطار ده برضو بيتم تقديم الدولة المصرية عبر كافة هذه اللقاءات يعني كل اللي نحن نتكلم به ده في المناقشات في مكون مصري بيتم خلاله استعراض التجربة التنموية المصرية في السنوات الأخيرة ويضاف لي حمل صوت القرى الأفريقية واستعراض جوانب التنمية التي استطعت مصر بتعاون مع دول القرى الأفريقية تحقيقها والإنجازات التي تمت في هذا الإطار اشتركوا في القناة